الشخص الذي سأتحدث عنه في هذا المقطع هو سفاح وجلاد حقيقي داخل الحلبة والقفص عبارة عن قاتل صامت لكماته وضرباته وأسلحة فتكة لا تخطئ هدفها أبدا أكيد عندما عرفتم عن من أتكلم ربطتم اسمه مباشرة بإزرايل أديسانيا وكذلك بالأسطورة بادرهاري سأوضح لكم من خلال هذا المقطع العلاقة التي تجمعه بهذين الإسمين قبل الدخول في هذا المقطع الشيق أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا كذلك وضع إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر بين محبي القتال وتكبر العائلة أتحدث لكم عن اسم أليكساندرو بيريرا من ساو باولو البرازيلية عرف بأسلوبه الشرس في القتال خاصة في رياضة الكيك بوكسين التي بدأ القتال فيها وسرعان ما اشتهر في منظمات ضخمة لدرجة أصبح أخطر مقاتلين في أقوى بطولة في العالم لرياضة الكيك بوكسين جلوري كيك بوكسين حيث سيطر هناك على وزنين الوزن المتوسط والوزن الخفيف الثقيل كذلك وصل رصيده القتالي بالكيك بوكسين إلى ثلاثة وثلاثون انتصارا مقابل سبعة هزائم بالإضافة لواحد وعشرون ضربة قاطية عنيفة يبلغ من العمر حاليا أربعة وثلاثون سنة وطوله متر فاصل أربعة وتسعون سنتيمترا مقاتل غير عادي نهائيا اللكمات والركلات التي يسددها تكون قوية وتصيب هدفها يعرف ماذا يفعل والنتيجة في الأخير ضربة قاضية عنيفة جعلت الجماهير تنتظر فقط نزالات هذا المقاتل المتوحش بما أنه حقق كل هذه الإنجازات بالكيك بوكسين أكيد لا بد لهذا المقاتل أن يكون أمامه قدوة أو أسطورة يحبها وهذا الاسم كما ذكرت سابقا بادر هاري أسطورة الكيك بوكسين المغربي بادر هاري يعتبر من أشد المعجبين بأسلوب أليكس بيريرا والأخير عبر عن حبه الشديد لبادر هاري واعتباره القدوة التي تجعله يحب الكيك بوكسين أكثر يحب أسلوب بادر ويتابع كل نزالاته سوى القديمة أو الجديدة ومؤخرا بعد أن تعرض بادر لخسارة قال بيريرا بالحرف الواحد لا أحد في هذا العالم يمكنه إزالة فكرة أن هذا الرجل بادر هاري هو الأفضل على الإطلاق من ذهني لا أحد يمكنه أن يزيل هذا الأمر من ذهني يعني بالنسبة له بادر هاري هو أفضل مقاتل كيك بوكسين على مر العصور شهادة من مقاتل كابيريرا في حق بدر هاري هي شهادة ثقيلة ووازنة جدا هذا البرازيلي الشريس أعلن اعتزاله رياضة الكيك بوكسين بعد آخر نزال له في بطولة غلوري متوجها نحو رياضة الفنون القتالية المختلطة وبالضبط بطولة UFC خلق ضجة كبيرة بتوجهه للوزن المتوسط وهذا الوزن كما يعلم متابع UFC يحتكره أديسانيا أديسانيا هو بطل الوزن المتوسط وقد سبق أن خسر مرتين في الكيك بوكسين ضد بيريرا شهر أبريل 2016 بقرار إجماع القضاة وشهر مارس 2017 بضربة قاضية عنيفة للغاية هذه الضربة القاضية لطالما انتشرت بقوة بين محبي الفنون القتالية المختلطة ورؤيتهم لأديسانيا يسقط بتلك الطريقة أمام بيريرا الكل بدأ يبحث في الحين من هو هذا المقاتل وبقدومه لـ UFC أكيد الأنظار اشتدت عليه أديسانيا كان قد ترك الكيك بوكسين وتوجه نحو الفنون القتالية المختلطة حقق نجاحا باهرا في ظرف أشهر استطاع أن يصبح بطل الوزن المتوسط وعن جذارة والسحقاق لدرجة أنه بقي بدون منافس وفازة على أفضل المقاتلين في وزنه مما ادعاه مؤخرا للصعود إلى الوزن الخفيف الثقيل لكنه تعرض لخسارة أمام بلوفيج وعاد الآن لوزنه المتوسط الآن التحق به كابوسه المرحب هذا ما تقوله الجماهير نعم بيريرا الذي دمر أديسانيا قبل دخوله القتال المختلط وتحقيقه نجاحا بسرعة أكيد ربما قد يكون أسرع منه لمالها البرازيلي ينتظره نزال قوي في نسخة UFC 268 بنزالها الرئيسي كولبي كونفينكتون ضد كامارو عثمان حيث سيواجه اليوناني أندرياس ميكايليديس وأكيد إذا أبان بيريرا على مستوى كبير فلن يبقى أمامه وقت كثير للمرور لمواجهة المصنفين الأوائل في الوزن المتوسط UFC دائما تمنح هذه الفرصة المقاتلين الذين ترى أن مستوىهم كبير جدا يمرون مباشرة إلى مواجهة الأقوياء ومباشرة بعدها لنزال على اللقاء المفاجأة أنه عندما سئل بيريرا في الندوة الصحفية الأخيرة الخاصة ب UFC 268 عن نيته في خوض نزال آخر ضد أديسانيا قابل ذلك بجواب وهو أنه غير مهتم تماما بأديسانيا ولا يريد نزالا آخرا معه يقول بأنه قد فاز على أديسانيا ولا يهمه نزال آخر بل أديسانيا من يهمه الانتقام وليس هو بل هو مرتاح تماما وعينه فقط على لقب الوزن المتوسط لغير مهما كان البطل سيقضي عليه تتساءلون عن رصيد بيريرا في القتال المختلط هو ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة نعم هو رصيد قليل لأنه كان مركزا في الكيك بوكسين الخسارة الوحيدة لديه كانت في أول نزال له بالم ام اي وكانت بسبب مواجهته لمقاتل يتقن الجوجيتسو وقد خسر معه أردن رغم أنه كان متفوقا في النزال بشكل كبير لكنه للأسف وقع في فخ خصمه المتمرس في الجوجيتسو وبعد هذا النزال فاز في ثلاث نزالات متتالية وبالضربة القاضية بيريرا يخذ تدريبات قوية للغاية رفقة بطل الوزن الخفيف الثقيل الجديد البرازيلي غلوفر تيشيرا تيشيرا يشرف شخصيا على زيادة قوة تقنيات بيريرا في الام ام اي ويقول بأنه سيجهز وحشا حقيقيا سيتعرف عليه الجمهور قريبا أكيد أن نسخة يو افسي 268 ستكون حارقة الأدرينالين صراحة بطاقة مليئة جدا بالنزالات القوية كما قلت لكم تم إضافة أليكس بيريرا أيضا موعد هذه النزالات يوم السبت السادس نوفمبر ابتداء من الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت المغرب والواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة يعني هذا موعد بداية النزالات وأكيد كما عودناكم دائما ستكون الروابط المجانية متوفرة على موقعنا لتتمكنوا من مشاهدة الحدث كاملا بالنسبة للقنوات النقلة قناة بيتي سبورتس اس بيين فوكس سبورتس لا تفوتوا هذا الحدث الناري سؤالي لكم هل ترون بأن أليكس بيريرا قادر على الوصول لمراكز متقدمة في الوزن المتوسط ولما لا الفوز على أديسانيا مرة أخرى وخطف اللقب إذا كنتم تظنون ذلك أو عكسه أجيبوني من خلال التعليقات التي أستبدع بقراءتها قبل توديعكم فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر بين محبي الفنون القتالية وتكبر العائلة بشكل أكبر كان معكم أمين إلى اللقاء